بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم مع محاضرة الـ Access Control System نظام التحكم في الدخول هنشتغل على نظام التحكم في الأبواب بإذن الله هنبدأ نشوف الـ Razer Diagram الخاص بـ نظام التحكم في الدخول أو الـ Access Control System ونبدأ نشوف مكونات الرئيسية لنظام التحكم في الدخول ببقى موجود عندي على الباب من برة عشان أدخل للغرفة طبعا أنظمة التحكم في الدخول أو الـ Access Control System بنحط على الأبواب Access في الأماكن المهمة في المشروع زي غرف الكهرباء تمام الـ Electrical Room وغرف البمبات تمام المضخات وغرف Low Current Room أو بيسموها الـ Telecommunication Room وكل الغرف مثلا مخازن بحط عليها مثلا Access Control عشان أضمن أن مش أي حد بيدخل على هذه الغرف بيبقى حسب أهمية الغرف أنا بحط Access Control System ممكن أحط على السلم في الأخير في الدور الأخير قبل ما أطلع على الروف عشان ما خليش أي حد يقدر يطلع على الروف مثلا غير الناس بحط Access Control System على الباب اللي على السلم طبعا إحنا بنشوف المكونات الرئيسية للـ Access Control System يا شباب أول حاجة عندي اللي هو Card Reader الجوز اللي أنا بركب عليه الكارت بيبقى معايا كارت تمام؟ عليه الـ Data بتاعتي موصف الـ Password على الكارت بعد الكارت على الـ Control Reader بيفتح معايا تمام؟ الباب يبقى أنا عندي أول حاجة Card Reader أو بكتب الباسورد من خلال الكيباد يبقى دي أنا أقدر هنا أكتب باسورد من خلال الكيباد أو أمرر الكارت على الـ Card Reader وبالتالي هيفتح معايا الباب طيب لو أنا خلاص دخلت جوة الغرفة دي اللي عليها Access تمام؟ والباب اتقفل أنا عايز أطلع من الغرفة للخروج من الغرفة بستخدم زرار بنسميه Bush Button تمام؟ في عندي Exit Bush Button Exit Bush Button يبقى أنا أطالع من الغرفة اللي عليها Access Control في مفتاح كده يلاقيه Bush Button تمام؟ سأضغط عليه سأضغط عليه سأضغط عليه سأضغط عليه ويبدأ يفتح لي الباب يبقى أنا لو أنا برا بعدي الكارت أو بكتب الباسورد من خلال الكيباد لو أنا من جوة سأضغط على البوش بوتون الموجود داخل الغرفة طبعا على الباب من فوق يا شباب بيبقى في عندي Door Contact اللي هو بيعمل عملية اتصال في الباب بعد كده في عندي الالكترو ماجنيتك لوك اللي هو الإفل طبعا احنا شفنا في محاضرة الـ Access Control الصور الخاصة بمكونات الـ Access Control System هنا عندي الـ وخلي بالك في عندي نوعين من الـ حسب الباب لو الباب ضربة واحدة اللي احنا بنسميه Single Door يبقى فيه إلكترو Eml Single وفيه عندي لو الباب ضربتين تمام Double Door تمام بسميه Electromagnetic Look Double Door يبقى الـ Electromagnetic Look فيه منه Single Door وفيه منه Double Door حسب شكل الباب طيب فين الكلام ده؟ اهو اللي انا بصيت هنا يا شباب ده Single Door ده Single Door اللي انا بصيت هنا تمام ده Double Door باب ضربتين تمام ودي الجوز اللي احنا بنحكي عنه بيبقى راكب فوق هنا تمام اللي هو الـ Electromagnetic Look ودي الجزء الخاص بـ الـ DC الـ DC اللي هو الـ Door Contact بقى كده فيه عندي الـ Access Control Panel اللي هي اللوحة اللي بتعمل عملية تحكم في الباب الـ Access Control Unit أو الـ Access Control Panel فيه عندي الـ Electromagnetic Look Power Supply الـ Power Supply الخاص بـ Electromagnetic Look معظم الأحوال بيبقى بياخد كهرباء اربعة وعشرين فولت دي سي خلي بالك اربعة وعشرين فولت دي سي يبقى الـ Power Supply الـ Electromagnetic Look بيبقى اربعة وعشرين فولت دي سي طبعا فيه التمديدات بوصل الكابلات وبيبقى فيه عندي بول بوكس بول بوكس عشرة فعشرة هنا ببدأ اشوف فيه النوتس احنا قلنا فيه Card Reader في المشروع عندي كان عندي Card Reader Cable الكابل الخاص بـ Card Reader عبارة عن واحد في تلاتة بير اتنين وعشرين اي دابليو جي امريكان واير جيج تويستد بير ستراندد شيلدد ده نوع اسمه بيلدنج البيلدن بيلدن سبعة وتمانين سبعة وسبعين ده الكابل الخاص بـ Card Reader اللي هو سبعة وتمانين سبعة وسبعين من بيلدن فيه عندي بوش بوتون بيركب له كابل برضو واحد في واحد بير اتنين وعشرين اي دابليو جي امريكان واير جيج تويستد بير ستراندد شيلدد بيلدن الطيب بتاعه سبعة وتمانين واحد وستين الباور فيه عندي واحد في واحد برضو اتنين وعشرين اي دابليو جي تمام التويستد بير ستراندد شيلدد البيلدن سبعة وتمانين تسعتاشر الدور كنتكت الكابل بتاعه واحد في واحد بير اتنين وعشرين اي دابليو جي البيلدن رقمه سبعة وتمانين واحد وستين الالكتروماجنتيك لوك اللي هو سبعة وتمانين تسعتاشر تسعين متر تسعين متر تسعين متر تسعين متر تسع وعشرين او اي كيوبيلنت سواء ان كان كات سكس او كات فايف طبعا فيه كات سكس وكات سكس اي يبقى احنا لو رجعنا تاني هنشوف المكونات الرئيسية والكابلات زي ما احنا شايفين هنا مكونات الرئيسية هي عبارة عن كارد ريدر بقربي الكارد او ادخل باسورد بالكيباد اللي انا جوه وعايز اطلع بطلع بالإجزيت بوش بوتون فيه عندي الدور كونتاكت اللي هي تبقى موجودة في اعلى الباب وفيه عندي الالكتروماجنتيك لوك سواء كان الباب سنجل دور او دابل دور وفيه عندي اللوحة اللي هي تتحكم في الموضوع كله اللي هي بنسميها اكسس كنترول يونيت او اكسس كنترول بانيل وفيه طبعا الباور سبلاي اللي بيغزي الالكتروماجنتيك لوك اللي هو 24 فولت دي سي وفيه عندي البول بوكس المستخدم في النظام لو رحنا للريزر دياجرام في احد المشاريع هنشوف هنا فيه عندي السيرفر الخاص بالاكسس كنترول سيستيم والورك ستيشن وصلين على نتورك سويتش من السويتش طالع عندي كابلات يو تي بي طالع عندي كابلات يو تي بي كات سيكس كابل الكابلات دي رايحة كابلات اليو تي بي رايحة من خلال كابل تي سي بي ترانسميشن كنترول بروتوكول على انترنت بروتوكول رايحة على الباب ومن الباب للباب بنشتغل بكارت او بكابل اللون كوميونيكيشن زي ما احنا شوفنا المثال ده قدامي اهو بيوضح حاجتين مهمين جدا باب سنجل سنجل دور وفيه باب هنا عندي دبل دور لو احنا عملنا زومينج كده هنشوف ايه المكونات انا عندي باب سنجل دور ده في الكتريكال روم احنا قلنا في غرف الكهرباء لان الغرف دي غرف مهمة بيبقى موجود عندي ادي الباب ادي الباب عندي في عندي في الان في حالة الدخول بيبقى فيه كارد ريدر كنترول موديول اهو تمام انا الناس فكرة اهو تمام في عندي دور كنتاجت في عندي هنا كنترول موديول في عندي كنترول موديول اللي بقدر احكم بيه في الباب يبقى ده عندي الكارد ريدر رايح على الكنترول موديول لو انا من برا بدخل بالكارد او بالباسورد من الداخل بضغط على الاشتبوش بوتون طيب وبعد كده في عندي الالكتريكال ماجنيتك لوك في حالة سنجل بيبقى عبارة عن جزئيتين شباب الجزئية اللي احنا شايفينها هنا دي تمام اللي هي بتركب على الباب الجزء السلايدنج المتحرك وفيه الجزئية التانية على الفريم بتاع الباب تمام بحيث اللي اتنين دول بيعملوا ماجنيتك لوك تمام في عندي بعد كده عملية القفل بتتم من خلال الدور كونتاكت اللي هو الدي سي برضو داخل على الكنترول موديول في عندي طبعا هنا في الالكتروماجنيتك لوك بيتوصل وبتوصل معه كنترول موديول ريلي عشان يعمل عاملة التحكم في الاغلاق والفتح طبعا هنا الشركة اللي احنا كنا شغالين معها فبتاخد قد الباور سابلاي يونيتو ده الموديل بتاعه كي واي مية وخمسين اه تيما سيرفر اكسس كنترول ده الاكسس كنترول الخاص بالسيرفر بتاعنا تمام والارتيو تمام اللي هي كي تي سي واحد وعشرين ده الموديول اللي احنا شغالين آآ عليه ده من خلال كابل اللون لو احنا روحنا الباب تاني ضلطتين مسلا في الاتش يو روم تمام في الارهاندلين جونيت روم ادي الباور سابلاي نفس بقصة الارتيو بيدخل بعد كده بقبل على الكنترول موديول والكنترول موديول اللي هيزيد عندي الالكتروماجنك لوك جزئيتين خلي بالاك جزئية في الضرفة الاولى والضرفة الثانية والذي يحصل الناس على المجنيتك لوك وو المجنيتك لوك بروح على المجنيتك لوك وهنا الجزء اللي هو على اليمين ده وعلى اليسار اللي هو الدور كونتاكت بناخد الاشارة من الدور كونتاكت ونروح على الكنترول موديول تمام؟ مع الكنترول موديول ريلي ومتوصل معاهم من الخارج طبعا لو انا بعمل عملية ان او انترينج اللي هو الكارت ريدر ولما بطلع بستخدم الاجزت بوش بوتون الكلام ده طبعا بيتكرر على كل الادوار عندي في المشروع يبقى ملخص الكلام نظام الاكسس كنترول سيستم نظام التحكم في الدخول هنا نظام التحكم في دخول الابواب انا بستخدم النظام ده سواء كان في الباب ضرفة واحدة او ضرفتين تمام؟ بستخدم مكونات رئيسية سابتة في كل الانظمة اللي هي الكارت ريدر او الكي باد لو انا عايز ادخل على الغرفة اللي عليها سيكيوريتي لو بطلع بضغط على الاجزت بوش بوتون عشان اعمل كنترول للقفل والفتح لهذا الباب بستخدم الدور كونتاكت وفيه جزئتين معدن اللي هما الالكتروماجنيتك لوك سواء كان الباب سنجل دور ولا دابل دور دول بروحوا على الاكسس كنترول وبنغزي طبعا كهربا 24 بولت دي سي للأبواب هنا ذكرنا من شركة بلدن ارقام الكابلات المستخدمة في التوصيلات للكارت ريدر والإجزت بوش بوتون والدور كونتاكت وهكذا رحنا للرايزر دايجرام شوفنا انا بتحرك من تحت من السيرفر او من الوركستيشن بسويتش والسويتش ده بيطلع كابلات يو تي بي او هنا احنا بنسميها كابلات تي سي بي على اي بي ترانزميشن كنترول بروتوكول على الاي بي بروتوكول من خلال اللون كوميونيكيشن بوصل بين الكابلات لو انا عندي باب واحد ادي بتاعه لو عندي باب ضرفتين كمام شوفنا بتاع الباب وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية كتير خاصة بانظمة اللو كارنت وتوزيعاتها في المبنى والرايزر دايجرام الخاص بيها وما تنسوش تعملونا لايك وسبسكرايب وشير عشان تدعمونا نكمل الشرح ان شاء الله في هذه السلسلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته